سيادة الرئيس كمان استقبل وفد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي خلال اللقاء أكد سيادة الرئيس الأهمية اللي بتوليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونجرس الأمريكي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إذا مختلف القضايا وده طبعا انطلاقا من متانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وبخصوص الأحداث في غزة أكد سيادة الرئيس على موقف مصر استابت برفض استهداف جميع المدنيين المسالمين ورفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير القصري للفلسطينيين من أراضيهم مع ضرورة العمل الجدي لوقف التصعيد الرهن وتكثيف التنسيق بين كافة الأطراف الفعيلة للدفع نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال الحل العادل والشامل اللي بيضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا من الحزبين الديمقراطي والجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي وعلى رأسهم الساناتر لانسي جراهام وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونغرس الأمريكي في إطار التنصيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا انطلاقا من متانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة من جانبه أكد الوفد الأمريكي الأولوية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات الاستراتيجية مع مصر مثمنا المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين مع الإشارة إلى أن مصر تعد الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي وقد شهد اللقاء حوارا متعمقا حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية حيث حرص الوفد الأمريكي على الاستماع لوجهات نظر وتقييمات السيد الرئيس بشأن تلك القضايا خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في إسرائيل وقطاع غزة حيث عرض الجانب الأمريكي رؤيته في هذا الشأن واطلع السيد الرئيس على نتائج زيارته لإسرائيل وتم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي وضرورة العمل على الحيلول دون اتساع دائرة الصراع الجاري فضلا عن ضرورة حماية المدنيين ومنع استهدافهم وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بالإضافة إلى ضرورة إحياء مسار السلام بالمنطقة وثمن الوفد الأمريكي في هذا الصدد دور مصر في الحفاظ على السلام واستضافتها لقمة القاهرة للسلام في الحادي والعشرين من الشهر الجاري وكذا دورها القيادي في ضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد موقف مصر الثابت برفض استهداف جميع المدنيين المسالمين وكذا رفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير القصري للفلسطينيين من أراضيهم مع ضرورة العمل الجدي لوقف التصعيد الراهن وتكثيف التنصيق بين كافة الأطراف الفاعلة للدفع نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال الحل العادل والشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلاة ترجمة نانسي قنقر